اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت عايز تنطلق وحسيسك ومشاعرك بتطلع كده وتتكلم فيها اكتر حسيسي بتطلع في وقت الحزن طبعا الحزن اه في وقت الحزن وكل الحسيسي بتطلع هحزنك كتير ولا ايه اه حزن كتير كلمنا عن اعمالك اللي دخلت فيها عند الحزن اثر فيها كلمنا عليه اه فيك قصيدك بتاع عن اللي يعني بتكلم عن جيت من سفري عن الام اللي هي روحك يا امو عيشة جواي اه اه هي بتقول جيت من سفري علي سوتك جيت من سفري وما الحكت كيش جيت من سفري وما الحكت كيش نظرت بعيني في المستشفى اجهزة تنفس حواليك ومغطينك بصوب ابيض يا امي وما شفت كيش اول صرخة كانت جوايا اول صرخة كانت جوايا رجع يا امو ده انا من غيرك معرفش عيش وقفة حوالي ده كترة كتير وقفة حوالي ده كترة كتير بيصبروا فيي وقدامهما نصامت ونار بتحرق في قلبي وبحور دموع نزلة من عناية من من بعدك هيكون لي ويقف جنبي في القلم ويمسح لي دموع عناية كنت دايما بقول يا رب خدني قبلها كنت دايما بقول يا رب خدني قبلها كانت ترد وتقول لي ربني يجعل يوم قبل يومك يا اغلى مالية يعني خلاص يعني خلاص مش هشوفك تاني ولا اديك هتلمس يوم مقديا طب كنت قعدت شوية معايا طب كنت قعدت شوية معايا ليس بتيني وحيد في الدنيا دي قاسف يوم عشت في حضن اكتر ما عشت في حضن عشت في حضن الغربة اكتر ما عشت في حضن يا نور عناية ودعت يا غالية ودعت يا غالية ودعت كل حاجة حلوة معاك ريح انت يا اما وانا احضر لأكل مكانك وعلى اكل هستناك بس انا منك زعلان ايوة زعلان ليه ما جتيش كالعادة واكلت معايا كل يوم بكلم صورتك لانك ما فرقتنيش لحظة وروحك يا اما عايشة جوايا الله اه تقلب عليها المواجعة بقى كده اقلب عليها المواجعة ليه كده ليه ليه دي انت قلتها في كان بنحوص اللي يعني كده دي كان كان اه كانت اختة باسم التوفيه جديد ومعها ابن في كلية فكت مؤثر علي جامد اه فبرضو كمان عماتي كانوا توفيين ومحهم اولادهم وكده فحطيت نفس مكانهم فطلعت نفس الكلمات والشعور والحساس طيب تعاني تكلم وطني بقى كتبت حاجة لمصر اه كتبت رسالة شهيد رسالة شهيد كمان اه اه تفضل نسمعها كسر بتقول رسالة شهيد ازايك يا امي طمينيني عنك ازايك يا امي طمينيني عنك وحشريني يا غالية ربنا ما يحرمني منك الدنيا هنا في سينة صعبة وجلك شوية بس ما تخفيش هرجع بإذن الله وعيد معاك يا نور عنية ادعيل في كل رقع ان ربنا يخفر الزنوب وما تنسيش يا امي انا جايب معايا صحبي واسمه ابا نوب وهنا رصاص الغدر انتشر وراحه ضحية واللانا بقوله كلام حقيقة مش مسرحية اه يا امي كل نقطة دم فيها بتصرخ الف اه دماء نبتروي الارض وكل ده ليه وايه معناه ما تخفيش يا امي ابنك كان واقف راجل وزي الحديد لا خاف يوم من سلاح ولا خاف يوم من تهديد خد بالك من نفسك وما تبكيش ابنك يا امي شهيد الغدر في دمهم بيجروا على ابن الناس ما بيخفوش رصاص وانابل وارهاب مموّن يا امهم ما بيرحموش صبروا اخواتي وقليلهم اخوكم شهيد وعليه ما تبكوش ودمي يا امي في رجبة صحابي مش هيروح حضر ارهابي خسيس وجبان في الظهر يطعني وغدر افرح يا امي وبلاش بك وعيد العيد اشوف وشك بخير يا غالية يوم الشهيد برافو طيب احنا مش عايزين نقضيها احزان على طول ما فرحتش مرة يعني انتها يعني ما فرحتش مرة مش عايزين يعني برضه نفرح المشاهد ولا ما بتفرحش انت خالص ولا ايه يا فيك قصيدة بس قصيدة بتقول شكلك ما بتفرحش خالص جاريت تكون حبيتها من ألبك بجد اسمها كده اه طيب قول امتعنا يا حمي يا ابن النيل ياريت تكون حبيتها من قلبك بجد ياريت تكون حبيتها من قلبك بجد وياريت كلمة بحبك تكون صدق ما بتقولهاش لا اي حد هي حبيتك ودتك الامان فبلاش تفكر يوم تغدعها وبجد خليك معاها انسان انسان يعرف معنى الرجولة معنى الوفا معنى الامانة مش انسان كدابه جلبه مليء غدر وخيانة نصيحة مني ليك يا ابن الناس خليك معاها رجل حساس خليك اخوها خليك ابوها يمكن يجي عليك اليوم واختك تشرب من نفس الكاس الله عليك هما دول الصعيدة ابن النيل بجد وديه دي سالة توجيهه للشباب بقى بتوجيه دي سالة شباب من خلال القصيدة دي الواحد لما حافظ ما علاش حبي يسيبه اه كما تدين تدان نعم دي بقى حابة عملك ايه؟ حابة عملي كاسيدة جيت عليها جيت عليها كاسيدة تقول جيت عليها جيت عليها بقلبي بارد جيت عليها بقلبي بارد وقت غضب والدم شارد قلت لها انا همشي انا همشي مسكت فيا وقالتلي ماليش غيرك طب اصبر عشاني وتحمل وبلاش بالحب علي تتجمل زن بايه ان حبيتك تكسر قلبي بأزيتك ابتكرت هكون بيتك والسند واللم اه يما فينك تيجي تشوفيني ده الحزن يما اتكتب عليك بيني بصيت في وشه كالعادة بصيت في وشه كالعادة ملامحه تغيرته بزيادة سألته مالك سألته مالك كيف حالك رد وقال لي سيبيني اسيبك ازاي وانا عايشة بس علشانك بلاش بكلامك توجعني بلاش بكلامك توجعني رد وقال لي ايه يعني هتيجي اللي هتاخد مكانك هو الجرحة عندك شيء عادي هو الجرحة عندك شيء عادي بالصلي انا من غيرك بموت وانت مش دارب اللي حصلي انا قلت عليك انك انت ساند وانت بويك وانت اللي في الدنيا فضلي وهنا عليك بسهولة تجرحني وهنا عليك بسهولة تجرحني ده كلامك فيه موتني وكأن سكينة بتتبحني راجع تقول لي هسيبك وانا اللي كنت فاكرة راجع بدبلتك تفرحني بصيت عليه بصيت عليه وعنايا مليها الدموع بصيت عليه وعنايا مليها الدموع بصيته ليه غريبة كإن بيقول لي مفيش رجوع قلت له اسيب الدنيا علشانك قلت له اسيب الدنيا علشانك انا لسه محتاجة الحنانك ليه تجرح القلب اللي حبك وفي يوم صانك والرد في عينيه كان باين والرد في عينيه كان باين والزنبك الزنبي زنبي ان سلمت حياتي لواحد خاين قلت النفسي ده بيحبك ولا يفكر يوم يكونك كنت هبلة وكنت طيشة خداعني بحبه وكنت عايشة ضحك علي بكلمتين جملتين كان بيقولهم لكل بنت شوية بحبك وماليش غيرك ما انت قلبه ونوره عنية وانا صدقته وانا صدقته وراجع من تاني يا عاتبني ما خلاص انا نسيتك ومن قلبي ما حيتك والباب مفتوح وتفضل يمشي وبلاشت يجي تاني تعاتبني ده مراحل تطور بقى للشخصية شخصية المرأة المصرية انها بتفضل تخاف على بيتها تخاف على بيتها وفي الاخر خالص بقى بس هي بتفضل هي المحافظة ولا انت اي رأيك مين فيهم بيحافظ على علاقة هو عدم الاهتمام بيفشل اي علاقة من الطرفين هم الطرفين لا بس في طرف تملي بيبقى حريص انه هو العلاقة تبقى موجودة هو دايما الست هي اللي بتبقى محافظة تحية اه انما الرجل بيبيع بصورة انا احب اضيف حاجة بس انت في لبنان خدت لقب ابن النيل صح اه تمام انا احب اضيف حاجة صغيرة اقول ابن النيل الحزين انا شايف كده ابن النيل الحزين ابن النيل الحزين ده اساسا يعني كل كصيدة احزان ده اضافة من انا شايفها كده اه كل كصيدة احزان حتى لما جيناتكلم عن افراح فكرت كده انت انما الاحزان بتنطلق على طول اه اكيد اه الاحزان اصلا انا شعر حساسي ده عن اللازم اه فقال لكلمة بتأثر فيها ممكن بكلمة تفرحني وكلمة تزععني فبالتالي اي شخص حساس بيكون كده يعني مين قدوتك من الشعراء الحاليين اه صلاح جهين مش مر جوعنا للي مناموش في الشوارع كالدبايح كملوا في الليل عشاهم مصصفايا ليه مش خايفين من مهانة الرجال جهر الرجال للي بيقولوا علينا اننا حبة عيال احنا مش حبة عيال احنا احنا شوفنا النيل بينشف في البيوت احنا احنا شوفنا النيل بينشف في البيوت ولما يجري يتفرش حمام سباحة في قصر باشا مستكترين فيي الغضب مانا كنت غرجان في البشاشا كنت راضب بوجه مية وجلدي هانت كنت ببكي في القصايد كنت باشتن في القصايد تطقطع ايدي لما قلت حبيبتي ماتت للي مش فاهمين نزولنا في الشوارع احنا بندور على الحلم اللي ضايع احنا جرينا النفس في عروج عيالنا يكبروا فاهمين حاجات مفهمنا هاش اكبر ان نعيش عشان حلمه قضية بس ماجبلش ان عمر يضيع بلاش ما احنا سبنا لكل بلد ما نصفتهاش ما تلموش عاللي تعجن في المعجنة ولا تظلم واذا كنتوا فاكرين غنم على رزقكم انا جد فاك اذا كنتوا فاكرين غنم على رزقكم انا جد فاك للي مش فاهمين نزولنا في الشوارع الحكومة نزلتنا في الشوارع الحكومة عودتنا على الشوارع سكرت على نفسها كل الببان خوفتنا من الببان فترمينا كلنا في حضن الشوارع أكتر مكان لجناه أمال اللي خايفين على البلد أحسن تموت ما تخافوش الموت سكوت وإحنا مش في الخطة أصلا إن بكرة يكون سكوت إحنا شايلين حملنا ومكملين إحنا شايلين حملنا ومكملين بكرة يشاوروا علينا وإحنا مش مستعجلين ما إحنا لنا كام سنة متجندلين صبحين فضيق نايمين فضيق إحنا بنأسس بلد تسمع شكاو المظلومين نشتغل إحنا طبعا بنشكرك بجد أمتعتنا وأحزنتنا في نفس الوقت لا لا الوقت بس الوقت يعني انتهى إن شاء الله نشوفك يعني في أكتر من فقرة إن شاء الله بشكركم أعزائي المشاهدين استنونا كل يوم اتنين الساعة اتنين سعيدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر